ورشة تدريب وتكوين لجان الشكاوى التابعة للمشروع القطاعي للمياه والصرف الصحي تهدف إلى تصحيح الأخضاء ورفع الأضرار المحتملة نتيجة أشغال المشروع التي تجري في عدة مناطق من ولاية العصابة منذ العام 2020 وحتى العام 2025 وفي هذا السياق ستعمل الورشة على تأطير وتكوين اللجان حول أساليب استقبال الشكاوى ومعالجتها وكذا تقييم الأضرار وإنصاف المتضررين تهدف هذه الورشة إلى تكوين لجان المظالم على مستوى مقاطعاتكم وبلدياتكم ونظرا لأهميتها فإنني أدعوكم لمتابعة العروض التي سيقدمها الخبراء والاستفادة القصوى منها ولا شك أن الهدف من هذه اللجان هو يعطى المواطن فرصة أكبر للإدلاء بتظلماته من الانعكاسات السلبية المحتملة لأنشطة المشروع من أجل معالجتها في الوقت المناسب مما يسهم في السكينة والسلم الأهلي على مدى ثلاثة أيام سيتلقى المشاركون في الورشة عروضا ثنية حول كيفية التعامل مع الشكاوى وطبيعتها كما سيتلقون تكوينا حول دراسة الأضرار وسبول تقييمها في حين تنقسم لجان الشكاوى إلى لجنة جهوية رئيسية يرأسها والي الولاية تنبذق منها لجان مقاطعية وأخرى بلدية وتسعى هذه اللجان مجتمعة إلى إنصاف أي متضرر من أشغال المشروع القطاعي للمياه والصرف الصحي عبدالله صوفي قناة الموريتانية مدينة كيفا